الميراث المشترك والتقارب الثقافي الذي جمع بين العرب وتركيا على مدى قرون عدة مكنهما من استثمار هذا الميراث من أجل تطوير علاقات سياسية واقتصادية قوية وانجذاب قطاعات عريضة من المستهلكين العرب للمنتجات التركية إذ استقبل العالم العربي نحو ثلث الصادرات التركية الخارجية عام 2010 وارتفع حجم الاستثمارات العربية في البورصة وسوق العقارات التركية إلى مستويات غير مسبقة منذ 2002 بدأت العلاقات العربية التركية تمر بمرحلة جليدة من التعاون والتطور على كل المستويات رسمية كانت أو شعبية لكن هذه العلاقات أخذت شكلا جليدا مع بداية الربيع العربي بإعلان صريح من تركيا برفضها للأنظمة الدكتاتورية ودعمها للشعوب العربية وثوراتها ما سبب لتركيا بعض التوتر في هذه العلاقات بالإضافة إلى تحول تركيا إلى قبة للمضطهدين والفارين من سطوة البطش السياسي وسوء الأوضاع في مجال الحريات وتفاعلها البارز في التعامل مع قضايا اللاجئين خاصة مع الشعب السوري تركيا تهتم عن كثب بالمستجدات في الشرق الأوسط وذلك بسبب الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تمتلكها مع شعوب المنطقة أو بسبب تأثرها المباشر أو غير المباشر مع هذه المسجدات والمراقب للشأن التركي يرى أن الأسباب الدافعة لتزايد الدور التركي الإقليمي في المنطقة هو حالة الفراغ التي تسود المنطقة بعد انهيار النظام الإقليمي العربي وحالة التفكك والتردي الذين اعتري الوضع العربي بشكل عام وخصوصا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 إن دور تركيا الإقليمي ووجود تقارب ثقافي وحضاري ومذهبي بين تركيا والدول العربية لا يجعل تركيا عنصرا وافدا إلى المنطقة ويسهل قيامها بهذا الدور لا سيما أنها قوة تمثل فارقا في التعامل مع المشروع الإيراني الذي يؤرق معظم الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخارجي وتشير المعطيات السياسية القائمة إلى دور تركيا ظاهر الملامح في المنطقة التي يشكل العرب شطرا كبيرا منها ومن ثم يمكنهم تسهيل عودة تركيا إلى توازنات المنطقة أو عرقلتها لا سيما أنهما يواجهان التهديدات المشتركة